اشتركوا في القناة 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 الله سبحانه وتعالى وبتحت هذا الإطار شدوا فيها على أنه لا يجوز المزاح هذا استهزاء بالدين استهزاء بالشرع استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن بدي أحكي معكم كلام علمي أول إشيء أنا أرجو أرجو يكون عنده حصن ظنية أحبة أنا طبعا بحث أنتم بتعرفوا أن صفحتي موجود فيها مشكلاتهم أيدي مني بدليل أنه بعض الأحيان منشور بدخلوا بيهاجموني بيسبوا علي بالمئات والألاف بعض الأحيان وكلكم تعرفوا طبعا أنه صفحتي موجود فيها من من الكل فأنا يعني الرجاء على الأقل على الأقل ممن يغلب على ظنه أنه هو بتابعني بصفحتي لأنه حاسس ممكن يستفيد مني يكون عندنا حسن الظن يعني الله يكره بكم ألا تعتقدون أنه شخص مثل حالاتي يعمل شغلة زي هاي في عندي وجهة نظر في الموضوع خاصة أنه موضوع علاقة من ناحية الشرعية مؤاخذة أنا دكتور في الشريعة وأكيد عندي وجهة نظر لما حطيتها طيب خلينا أشرح لكم الآن الموضوع الإشكالية الأولى لا يجوز المزاح لأنه ديننا دين الجد مع كل الاحترام الأخي الكريم وأتفاهم وجهت نظره لكن كلام مش بس خطأ بل يتربع على قمة الخطأ مين قال ديننا لا يجوز فيه المزاح مين قال يعني أنت عفوا عم بتزاود عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكيت هذا الحكي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح والصحابة كانوا يتمازحون لكن لم يكن يقول إلا حقا هاي بدأت يجينا شغلة ثانية هل المزاح كذب؟ لا خلينا نركز عن نقطة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم مزح ومزح مع شهور جدا مع امرأة عجوز جاءت له جاءت امرأة تسأل عن شيء معين فقالها لا يدخل الجنة عجوز فهي خابت قالت لا أنا أنك ستعودين في عمرك يعني زي ما تحكي زي خضه زي صدمها من باب المداعب والمزاح اللهم صلى على سيدنا محمد وكان يعني يمازح زوجاته صلى الله عليه وسلم أو خلينا نحكي يلاعبهم ويلاطفهم زي مسابقته لعائشة يعني لما سابق عائشة وسبقته وبعد سنوات رد سابقها وهو سبقها لما قال لها هذه بتلك هذا مش مزاح هذا؟ أليس هذا مزاحا؟ لما واحد يعني يسابق مراته تغلبه ويرد يلعب معها نفس اللعبة الرياضية أو المسابقة أو واتفر اللي هو ويسبقها بعدين يقولها هاي واحدة وواحدة شفتي؟ طب هذا ما مع نواع المزاح مين قال نبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ابتساماً وأكثر الناس يعني بشاشة مين قال إنه لا يجود في ديننا إن المزاح هذا طبعاً إسقاط للدين لا يجوز طبعاً دليلي على هذا الموضوع ركز ما على موضوع مفهوم المنطقي الوسطي الحديث الصحيح اللي مضمونه جاء ثلاثة نفر جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفواً إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجوداً معنى الحديث قال فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها شعروا بأنها قليلة مقاراة بأنفسهم فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام وأما الآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء بمعنى ثلاثتهم شعر كل واحد منهم أنه هو عم بعمل بالشرع بالدين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حسوا أنه طب إذا أنا بعمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعمل هيك فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه نقل له فجاء فقال أين الذين قالوا كذا وكذا فلاحظ ركز معي افتح قوسو خط أحمر قال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا لاحظوا عم بصحح المفهوم الخاطئ هذولا كانوا ركز معي أخي الكريم أختي الكريم اللي كان بيقول لك المزاح والتنكيد حرام هيك على إطلاقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني طبعا هذا الحديث مش تخصيصا عن المزاح هذا الحديث عن اللي بتشدد فيما لا دعي له ولا دليل عليه ولا مستند له به وبيشدد على الناس بين قوسين وبيزاود على الإسلام هذولا ثلاثة صحابة بزمن النبي بين قوسين زاودوا عن نبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني بيقول لك كأنهم تقالوها يعني لغة سانحة بيقول لك إذا أنا بقوم كل الوقت كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم رأى نفسه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم صاحب الدين الوسطي صحة حلو مفهوم قال له أنا باكل وبفطر وبصلي وبنام وبقوم وبتزوج النساء والزواج إشارة من موضوع الزواج النساء هداك كان يترفع على أنها شهوة جنسية والشهوات لا تقوم وأنا بترفع قال له أتزوج النساء وتعرفوا بالحديث الآخر قال حبب إلي من دنياك ومن ضمنها الطيب قال فمن رغب عن سنتي عن طريقتي عن منهجي فليس مني بمعنى اللي بده يشد بيعمل سنته الخاصة هو هاي مش سنت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردا فقط على النقطة الأولى على موضوع أنه لا يجوز المزاح دينا دين الجد لا 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 خيره طب هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلال العشر سنوات تقريبا العاشة في المدينة بعد الهجرة اللي هو تم فيها ما يقرب من سبعين زائد غزبة وسرية شارك فيه جزء منهم وبعث جزء منهم أنه قيمت فيه عشرات أشخاص تزوجوا واحد إذا بدنا ناخد بمنطقهم هذا حوالي سبعين غزبة وسرية كان يقتل فيها من قتل جرح فيها من جرح يتم فيها من يتم رملة ترملت فيه من ترملت لو النبي صلى الله عليه وسلم بدي أخذ منطقهم أنتو اللي بتحرموا كل شيء كان يفترض وما يسمح لواحد يتزوج يعني إيش الزواج الزواج فيه وليمة فيه ضرب بالدف وفيه نساء بكيفه فيه نساء رح يسيروا يزغرطوا ويهنوها ويزينوها فيه ناش رح يروحوا يأكلوا وليمة ينبسطوا رح يفرحوا رحين فرح فرح إحنا نسميه حتى الأخوة في المصر شو بيقول لك الفرح إحنا نحكي العرس يعني على الأقل بفلسطين والأردن بمصر بيقولوا الفرح لأنه فرحة على كلامكم يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرب من العشر مع مئات الصحابة العشرات تزوجوا أولموا فرحوا والغزوات شغالة فإحنا إذا بنا ناخد على أنه إحنا أم تجد بظرف صعب إحنا ظرفنا مش أصعب من عشر سنين عاشهم من النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سبعين غزوة وشارية أمة الأرض كلها ضده فرس والروم ومشركي العرب ومع ذلك فرحة من فرح وأولم من أولم ودقة الدفوف وفرحة النساء ولعبة كذا والحياة شغالة فبلاش مزاودة على الأقل على الفهم الديني الله يزيكم الخير فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية بعض الناس قالوا وهذا استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وين من استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله يكلكون صلوا على النبي أول إشي هذه النقطة قد تكون مأخوذة من سياق صحيح دي ربالكم إنه واحدة تكون مسمو بدنها واجتهدت وحكتها طب بدي أعتبر إنه واحد ألفها أول إشي كيف تتمتفق على هذا مصطلح 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 هذا مش حديث ثبوي ولا آية قرآنية اثنين الاستهزاء قد يكون لما أنا أجيب كلام في سياق وأقصد الاستهزاء ووضعه في سياق استهزاء معك حق تقوله أو أقصد وضع النكتة هذا عبارة عن امرأة اقتبست لاحظ كذا إذا كانت النكتة صحيحة أو كذا قامت باقتباس فالسؤال العلمي يعني بحكي ماكو علم أنا الآن هل يجوز الاقتباس تخيل لمصطلحات تستخدم في الشريع طبعا يجوز إذا القرآن يجوز الاقتباس فيه يا أخوة يا أخوات القرآن هناك تفصيل شرعي في الموضوع مفهوم ما يسمى الاقتباس هل يجوز لنا أن نقتبس في كلامنا من الآيات القرآنية الجواب هناك تفصيل نعم هناك اقتباس جائز وهناك اقتباس هناك اقتباس جائز وهناك اقتباس مكروه هناك اقتباس محرم شو الاقتباس بمعنى بحكي بيت شعر عم بحكي كلام فباجي باخد جزء من آية القرآنية باستخدمه فيه كلامي إذا الآية القرآنية جزء الاقتباس فيها ماشي طبعا في حالات محرمة لأنه استوضعت لذلك ما فيش اشي اسمه مبدأ حرمة اقتباس القرآن الاقتباس باني اخذ آية جزء من آية اضعها في سياق كلامي ومعروف عند السامع انه هذا جزء من آية استخدمته في سياق فهناك حالات جائزة هناك حالات مكروهة وهناك حالات محرمة فبالتالي إذا الآية القرآنية يجوز أن تقتبس فما بالحديث النبي فما بالك بلفظة مصطلح عليها لا هي آية ولا هي قرآن كلمة متفق عليه هذا مصطلح مصطلح بمعنى توافق اصطلح اتفق العلماء وعلى أنهم إذا ذكروا هذه الكلمة هذا مصطلح يراد به كذا فالآن يجي واحد يقول لي لا يجوز استخدامه لأنه هذا استهزاء بالحديث ومش استهزاء بالحديث هذا مصطلح واحد اثنين واحد سألني كان لطيف قال لي ألا يعد هذا من استهزاء بآيات الله وين آيات الله استهزاء فيها لا في قرآن ولا في حديث الآن ما فيه بعدين يا إخوة الذي يحكم به على السياق استهزاء عفوا على أي نص في استهزاء وعدم استهزاء هو السياق يعني أنت ممكن تحكي كلمة عفوا والعيادة بلا ممكن أن واحد يقرأ القرآن القرآن نفسه كلام ربنا بس هيئة هيئة مستهزئ يكفر بها وهناك من لا 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 يعني خلينا نحكي لا بيقرأ قرآن يعني مش قاصد ولا إشي ما بيصير تقول عنه يعني السياق هو اللي بيحدد على سبيل المثال فبالتالي لما نحكم على أنه هذا استهزاء بدي يكون سياق وسياق استهزاء والسياق هو على الأقل فهمي أنا هو سياق امرأة غاضبة قررت تقصف جبهة زوجها استخدمت مصطلح مشهور استثمرته بطريقة عملت إيحاء وبلحظتها تم الموضوع التوضيح فهي تسمى نكتة هل في استهزاء بالحديث لا هل في سوء استخدام لا هي استثمرت شيء خوفته صدمته بعد ذلك بيان مين قال أنا سبتات الحارة قال اللي بيزع زوجها لا تقبل له صلاة ومين قال هذا الحك أنا اللي قلت قال هذا متفق عليه مين متفق عليه أنا وستات الحارة هذا نقطة نقطة ثالثة تضحت عندنا النقطة الثانية وهو مفهوم الاستهزاء ربطت في موضوع الاقتباس ركزوا معايا إذا آيات القرآنية والأحديث يجوز الاقتباسها في السياق وهناك حالات جائزة وهناك حالات محرمة ومكروهة فما بالك بمصطلح بس مربوط برضو حتى المصطلح إذا يراد به الاستهزاء وهذا يحكم من السياق كلامك صح بصير يعني ما بين المكروهة أو المحرمة حسب السياق السياقه هو سياق امرأة ذكية امرأة غضبانة امرأة تقصف جبهات زوجها إلى 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 آخر فما يلوش علاقة بأي نور نوع الاستهزاء على الأقل بفهمي من أحب أن يفهم فهم آخر له ذلك لكن لا تطلق الله يكرمك تقصف الجبهات وتتهم الآخرين بالتعميم وبرجع بكرر أنا بتفهم أنه اللي ضايقوا اللي حركهم حرقتهم على دينهم وأشكر لكم ذلك وأتفهم فيكم وجزاكم الله وخير لكن مش بالضرور يكون رأيكم صح الله يزيكم الخير في نقطة ثالثة الآن واحد بيقول لي أنت وقعت حالك بقضية النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عفوا أنا استشرق قبل شوق النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقوله إلا حقا وين الحق بهذا الموضوع طب أقول لكم شوي هل النكت فبعض الناس بيقول لك أصلا النكت كذب هذا كذب لأنه ما في واحدة حكت هذا الحكم وين جبته خلينا نتضح يا إخوة طبعا هاي الإشكالية وقع فيها بعض العلماء الأم الإسلامي تخصيصا علماء الأزهر في مصر قبل حوالي يمكن تسعين سنة أو مئة سنة بعرف إيش لما ظهر في مصر مفهوم المسرح والتمثيل طبعا المسرح والتمثيل بعض الناس الوهلة الأولى بالسياق العربي والمسلم ما كان في عيننا إشي اسمه تمثيل فلما قال لك تمثيل إيش تمثيل بيوقف واحد بيقول لك بيقوم بدور البطل شو بيحكي البطل بيقول مرحبا يا أخي بس يا أخي هذا مش أخوه معناته آه بيكذب هذا ما نعم إن أبي قد قال لي مين أبو بالمسرحي بس مش أبو الحقيقي فهذا إيش هذا عبارة عن غش وخداع وكذب لأن الشخص اللي في المسرحي ليس أباه وليست أمه هو وإلى آخره تخيلوا فشو بعض الأحيان النظرة القاصرة بتوقع في أشكاليات المزاح ليس كذبا ما دام سياقه واضح على أنه مزاح ونكتة إيمتلك كذب إيمتلك بنصنف وكذب ونبذيب أبزيدكم من الشعر بيته النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب ويل وعدوا بالويل ويل ويل عذاب لمين ليضحكم فيكذب لاحظ هنا من يجي لموضوع التعريف إيش تعريف الكذب لما أذكر معلومة أقصد بها الكذب وأضح في سياق أقصد فيه إخفاء الحقيقة عنك هذا كذب أما المعلومة زي ما وحد على سبيل المثال وحد يقول لي يا أخي لا يجوز معناته على هذا الحكي كل الاقتباسات الشعرية والمجاز والاستعارة والكناية في اللغة العربية لا تجوز حرام تخيلوا آه يا أخي طبعا يا أخي أنت دمرت الدنيا كل ياتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للشعر حسان رضي الله عنه الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعر الإسلام الأول لما كان يم معناته إذا إجا شخصه مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال إذا بدك تعتبر كل عبارة لا تنطبق على الواقع كذب معناته بدك تحرم ثلاثة أرباع اللغة وتحرم الشعر عجيبة جدا بتصير دقي خلي ضايل هنا مش وقت طيب فإذا بدك تحرم عدم المؤاخذ الموضوعات على سبيل المثال لما النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الصحابي في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة كلمة النبي كان أجود بالخير من الريح المرسلة هذا إيش اسمه مجاز أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة شبح النبي يعني عمل تشبيهات هنا ماشي طيب إذا أنت بتكتعب كل شيء ما انطبق على الحقيقة هي الريح المرسلة عاقلة تدرك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق معها وكان يعني هو يركض هو يسبقها وكانت معها خير ومش هيك هي كلها عبارات عدم المؤاخذ هذه عبارات يسمونها عبارات مجازية في عندي أشكالية بالموبايل على كل حال إن شاء الله إن شاء الله إما يكون بس معلش حد يأكد لي أنا طلعت لإشارة هنا في أشكالية بالفايلات عندي الآن تالآن هاللحظة هاي لأنا عم بحرك فيها إيدي سامعيني وشايفيني في عندي رسالة على الموبايل عم تعطيني مؤشرة بس أتأكد معلش حدا يبعث الآن يقول لي سامعني وهي حركة إيدي شايفة يقول لي آه شفت حركة إيدك وسامع صوتك أنه عم بيعطيني رسالة مشان أكمل تضحوني معلش عم بيتابعوني الآن اللي شاف حركة إيدي الآن وسمع صوت يقول لي آه سامعك طيب منتج شكرا أخ أحمد للمصري الله يكمل طيب الآن أكمل معكم يا أخوة فرحان الله الموبايل قطعني فاللي بيد يقول عنه مثلا كونه ما بينطبق على الواقع غير عن إنه المزاح لا يجوز وكذا إلى خير فهو غير صادق فهو كذب لا يا أخي مش كذب الكذب هو أن أتحدثك بمعلومة أقصد فيها إخفاء الحقيقة عنك فهذا بكون بكذب عليك وعن بقوم بتضليلك أما موضوع طبعه ما أورا عندنا نكتي زي واحد على سبيل المثال بذكر مرة أحد أستاذة الدكتور أحمد نوفل كان عم يناقش هاي القضية هو عم يدرسنا لما يقول لك يا أخي لا يجوز لا يجوز وقتها كان أظن المزاح لأنه هذا كذب أو إشي زي هيك على موضوع عم يشرح لنا مفهوم أمتى بيكون الكذب فالسياق واضح إنه فلان عم بمزح أو عم بنكت أعطانا مثال مش قادر أنسا سبعته قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت في البكاليروس من دكتور أحمد نوفل شو المثال حكى قال على سبيل المثال تخيل واحد ماشي في الشارع اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد سمعوا على سبيل المثال سمعوا صوت مثلا على سبيل المثال واحد واقف بره بالشارع وواحد جوا بيت بما معنى المثال ذاكر هيك معظمه إنه سمعوا صوت بريك سيارة شديد جدا جدا مع زامور عالي جدا وصوت ارتطام وتكسير بعض الأمور طلعوا ركت كلهم بره فلاقوا سيارة خابطة في واحد وهذا الشخص خابط في قزاز محل ونازل على الأرض ودمه سايح في المنطقة كلاتها يعني واضح إنه الصوت كان صوت ضربة بريك لسيارة سريعة ولما طلعوا بعينيهم اللي سمعوه وشافوا صوت الارتطام شافوا شخص واقع والدم نازل ودمه جزء على السيارة جزء على الأرض والقزاز مسكر بكسر بسبب جسمه شافوه فإجا واحد هيكي بكل برودة أعصاب بسأل واحد شاهد على الحادث بقول له إيه مين اللي خبطه فوقف قال له الطيارة الطيارة كانت ماشية من هناك طيارة خبطته هذا كذب طبعا أنا عدلت المثال من عندي لو واحد عملها فيي يعني أجي قل لي مين اللي خبطه بقول له ستة يا الله يرحمها ستة طلعت من القبر ستة طلعت من القبر وهي خبطته هذا شو هذا كذب هذا ليس كذب هذا عبارة عن طب هو معروف أنه ستة ما طلعت من القبر ومعروف أنه الطيارة ما نزلت وما خبطته يا ابني من تسامع صوت اللي بريك وشايف السيارة قدامك والدم نازل قدامك والقزاز مكستر قدامك والجث محتوطة قدامك وقبل خمس ثواني سمعت الصوت ورأيت منطقا وعقلا ونظرا ما يوافق الموضوع إيش معنى إيه مين اللي خبطه هذا سمي بهدلة سمي ردع سمي إنه بكفيك تخويت سمي وتفر لكن ليس كذبا هذا ليس كذبا نفس الشيء النكات الله يكرمكم واضح جدا اسمع مرة مثلا مرة نكتب مرة فيل بيحكي للنملة واتق الله يا شيخ هذا كذب وإيه كذب الفيل هو حكى للنملة لا حوله ولا قوة إلا بل إذا ما أنت عارف وأنا عارف ومخك فاهم ومخك فاهم إنه ما في فيل بيحكي مع النملة نكتب نكتب قضية رمزية صورة رمزية مثلها مثل الصور المتخيلة في المجاز كل الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه ويعلق عليه ويقول سبحان الله إنه من البيان إلى سحرة صور مجازية كلاتها فلان أسد طب هو مش أسد معناته اللي بيستخدم المجاز ويقول عن فلان أسد ويقول طلع كذاب ثلاثة أرباع الشعر العربي بنحطه بزباله ويعياذه بالله طب ما مش معقول فالله يكرمكم في إذاك بيكون حلنا إشكالية المزاح من عدمه إشكالية فكرة الاستهزاء لا بد من السياق وهذا مصطلح وليس استهزاء وإشكالية اللهم صلى على سيدنا محمد الموضوع الكذب وعدم الكذب وحلناها بقضية إنه من اللغة ليس كل غير موافق الحقيقة هو كذب إنه لازم أنت تكون تقصد إخفاء الحقيقة وتقصد التضليل حتى يسمى كذبا أما لم يكن واضح أمامك إنه فيش حقيقة مخفية بل هي سياق النكتة أو سياق التقريع زي المثال أعطيتكم إياها هذا لا يعدوا كذبا ولا يعدوا من النوع اللي عم نحكي فيه اللهم صلى على سيدنا محمد تقريبا أظن إني أنا جوابت على كل الإشكاليات فالله يزيكم الخير خلينا هدولي بس بشكل سريع اللي قرأتهم طبعا ومع ذلك برجع أتفهم أتفهم اللهم صلى على سيدنا محمد الأخ الجلاد بيقول لي ليش بتبرر المعنى واضح أخي يبدو أنت ما قرأ طب ماشي مش رح أرد عليك يا أخ جلاد أنا مش مبين عندي الاسم الأول لو سمحت أدخل على البوست اللي حطيته وإقرأ لما تشوف قديس واضح لكثير من الناس مش واضح لا بالعكس دخل أشخاص عاددين جدا طبعا أنا لأني بحترمهم بدي أجاوب أنا أنا عفوا أن لوني مش عامل قيمة ببساطة من تعرفوني أنا آلاف بدخلوا عندي اللي بيختلف معاي اللي بيسب اللي بيشتم اللي بيعجبوا لما بيعجبوا ما برد أنا 99 مليون ما برد لكن أنا شعرت في طيبين أمثالكم عندهم مفهوم خاطئ فلازم يتصلح يعني مش كل مزاح طبعا برجع الآن نسيت أن أنبه القضية هاي أختم فيها يا أخو يا أخوات هو المزاح مش على أطلاق وجائس كمان كمان أنا قلت أنه التنكيث تنكيث والمزاح إذا ما ينفصلهم أنه المزاح والتنكيث جائس لألا يكون في حار ألا يكون كذبا لا يكون فيه استهزاء حقيقي يعني ما بيجوز لي أمزح واستهزئ بواحد يعني أو أكذب عليه والعياذ بالله لا يجوز لا يجوز أحقر الناس لكن زي ما حكيت والله مرة أبصر إيش زي النكة اللي بنحقوها بعض أحيان اللي بيقول لك مرة أسد شاف مش عارف كذا شاف الثعلب الثعلب قال الأسد اتق الله يا شيخ لا يجب أن تمزح حلناها اتق الله هذا كذب يا عمي أنت عارف أنه هذا مجاز استعارة كناية صورة رمزية إلى آخره فبعض الأحيان يكون الناس عم بتوصل من باب الحكي لك يا كنة اسماعي يا جارة الرمزية هاي كثير بتحل إشكاليات عند الناس ما لم يكن السياق واضح فيه اعتداء يقصد فيه الاستهزاء واضح عملية الكلام أما في سياق النكة العمال لم نحكيها مرة الفيل بيحكي للأسد والأسد حكى للفار والفار حكى النملة مش عارف هذا ليس كذبا وزي ما قلنا ليس كل اقتباس لأي شيء له علاقة بالدين يعتبر استهزاء يجب أن يكون السياق واضحا هنا السياق واضح في النكة العقل اللي أنا حطيتها سياق امرأة غاضبة ممكن تفهموا بسياق الحديث عن كيد النساء ممكن تفهموا فيه سياق الحديث عن ذكاء النساء ممكن تفهموا فيه سياق الشفقة على امرأة غاضبة ما لقى الطريقة اللي تقرع جوجها وتخوفوا لها الطريقة لكن واضح إنه كمالتها لما قالها متفق عليه اتفق عليه أنا وصحباتي في الحارة انتهى أما يمتلكون بالعياذ بالله كذبة واستهزاء ينحك كلام ينحك متفق عليه وينترك بعد يومين نيجي نحكي قال كنت بمزح معك وسيربرايز هاي عبارة عن نكته لا هذا واضح صالي استهزاء والعياذ بالله طبعا في الختام نصيحة لي والإخوة والأخوات الله يكرمكم حلو إننا نتريث وما نزاود على بعض حلو 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 كثير عم بحكي عنا إحنا اللي بهمنا كتير وبتفرق معنا موضوع الحرام والحلال ما أسهل هيدخل واحد على السريع لا يجوز طبعا على الأقل أقول لك إذا أنت بتعتقد إنه اللي بحكي معك دكتور في السريعة حطها بزيغة السؤال دكتور عفوا طب هذا الموضوع أنا عندي شك إنه يجائز وليس جائز اللي بيدخلوا بيزاودوا بيعطوا أحكام نهائية إشكالية طبعا أنا مش فارقة يعني أنا شخصيا بس أشفق على من حولكم ممن تعيشون معهم اللي بيحمل هذا المنطق شو بيكون عامل بأهله شو عامل ببيئته شو عامل بمسجده إذا مجرد ما شاف شغلة صغيرة وعم بتحدث مع واحد صاحب اختصاص ومن نسبة إله سلخوا مباشرة أعطت تعميم وضرب كل الصواريخ أرض 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 جو جو أرض ماء يبري بخل طب إنت إيش بتعمل بلي حواليك وديروا بالكم في جزء من عدم وأخذ يعني حلو نعترف أنه أنا هاد حدود علمي أني أتساءل أو على الأقل أضعها بصيغة وجهة نظر مش بصيغة الحكم النهائي وما زلنا نتعلم وديروا بالكم أنا أنا شخصيا بعد ما حكيت لكم كل هذا أنا وضعت النقطة بناءًا على القناعات اللي حكيت لكم ياها لا تظنوا أني وضعتها هيك عبادة لا لا أنا وجدت فيها خير وكتبت فيها لعلها تدخل والابتسامة على وجوهكم والفرح على قلوبكم أنا هدفي أني بدور دوارة على أشياء اللي بتفرح الناس في هذا الزمن وفي الصعوبات مما في ظني لا حرامة فيها ولا اعتداء ولا استهزاء فحلو أنه يعني نتعامل بطريقة أنه بعض أحيان يعني اللي حكي هذا الحكي قد يكون أخي عندك نقص في المعلومات يعني اسأل فكر قبل أن تحكم وتعمم أسأل الله سبحانه وتعالى أنا قد وفقت الشيء من الخير إزاكم لأخير السلام عليكم وحمد الله وبركاته سامحوني أنا مش قادر أقرأ ولا ملحوظات طلعت لي هنا مشكلة في الموبايل مش شايف وجهها أنا على فكرة ولا شايف ملحوظات كلهم غطة عندي لكن على الظن أنه في جزء من الكلام بين عندي في مشكلة من الموبايل بدي أتابعها لها علاقة بالستوريج السلام عليكم وأي يوم مش راضي يسكر كما كملت ها يرد فتح طيب الله يزيك الخير لا إله إلا الله يرد سكر مش عرض